انا بكم من الداخل قانون القومية ما زال يتصدر جدول نقاشات المجتمع العربي في الداخل كيف من المفترض أن يكون الرد وما هي الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها في مواجهة هذا القانون لكن السؤال الأساسي وهو ما غاب عن كل هذه النقاشات يتمحور في المتغيرات الفعلية التي ستنعكس على وضعية العرب في الداخل وفي المناطق المحتلة بعد إقرار هذا القانون فما هي هذه المتغيرات؟ ماذا يعني قانون القومية على أرض الواقع؟ ولماذا كل هذه الضجة على القانون ما دامت السياسات المنتهجة هي ذاتها؟ فالحقا هي ذاتها؟ أم أن الوضعية الآن قد تغيرت بشكل كلي؟ وبالمجمل هل الآن كل شيء متاح قانونيا في إطار تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع العرب ومع الفلسطينيين؟ هذه الأسئلة وغيرها سنترحها في هذه الحلقة من الداخل أسئلة تطرح للمرة الأولى ماذا يعني فعليا قانون القومية؟ نشاهد هذا التقرير ونقول ماذا يعني قانون القومية الذي سنته إسرائيل؟ وما الفرق قبله وبعده ما دامت العنصرية الإسرائيلية ليست أمرا جديدا؟ وهل فعلا الأمر مأتما للديمقراطية الإسرائيلية؟ القانون الجديد يعني أنه أصبح مكتوبا وقانونيا ومشروعا أن في غرفة الخدج يتواجد نوعين من الأطفال الذين ولدوا للتو لا نقصد الذكور والإناث إنما نقصد مواطنون درجة أولى وهم اليهود ومواطنون درجة ثانية والذين هم من غير اليهود أقل شأنا وأدنى مكانة وأضعف حيلة أمام القانون قانون القومية يعني أن منع بيع العرب في نتسيرة أليد مثلا للحفاظ على الطابع اليهودي للدولة لم يعد اسمه ضحريضا من قبل عنصريين إنما خطوات بموجب القانون يعني مثلا أن افتتاح حي جديد في حيفا يصبح من الشرع ووفقا للقانون الإعلان عن الحي الذي سيقام يجب أن يكون نظيفا من العرب ومنذ سن القانون لن تسع في المحكمة المواطن العربي بل ووفقا لقانون القومية هذه حالة طبيعية ومقبولة قانون القومية يعني أن المطالبة بمساواة في الميزانيات المختلفة التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية وغيرها لم يعد حقا بل منة إن وجد فتفضيل اليهود بالميزانيات هو الوضع الطبيعي والمقبول ووفقا للقانون بعد قانون القومية كقانون أساس ستفسر كل القوانين الأخرى التي تتعلق بنزاع على خلفية المساواة بناء على تفضيل اليهود على غيره ووفقا للقانون بعد قانون القومية في المحاكم الإسرائيلية لم تعد التفرق والتمييز عارا أو مخالفة إنما هي الوضع الطبيعي وذلك في سلطات الحكم الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ووفقا للقانون بعد قانون القومية لا تعويل على محاكم جراء عنصرية ولم يعد النقاش المتعلق بالمساواة وحق الإنسان وكرامته والعدالة أمرا ذاقيمة لأنه ووفقا للقانون هناك فرق مكتوب وبالقانون هو أن الحق لليهودي وأنه أرقى وأطهر وصاحب الحق الأقوى فقط لكون أمه ولدته يهوديا وعكس ذلك لتعساء الحظ بين قوسين من أهل البلاد الأصليين الذين ولدتهم أمهاتهم من غير اليهود هكذا في إسرائيل العنصرية أصبحت بالاعتراف والإشهار وبالقانون الذي صوتت عليه الكنيسة بالأغلبية قانون القومية يعني جملة حقوق الإنسان الشهيرة يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في إسرائيل شطب عليها ترجمة نانسي قنقر